في النهاية عن مباراة كوريا الجنوبية وغانا مباراة ملحمية ورائعة الحقيقة من منتخب غانا غانا فرقة محترمة جدا غانا عندها ثلاث لعيبة مواليد ألفين في الفرقة في التشكيل الأساسي غانا عاملة فرقة سكواد كويس جدا نبص على التشكيلة يمكن لورانس إيتي 25 سنة محمد سليسول اللي هو سجل الهدف ده مدفع ساوس هامتون الإنجليزي 23 سنة دانيا الأمارتي بيلعب في لستر سيتي 27 سنة طارق لمبتي ده باكي من برايتون 22 سنة منساف أكسيري الفرنسي 24 سنة الاتنين اللي في النص توماس بارتي طبعا في الأرسنال وسليس عبدالصمت في لينس الفرنسي 22 سنة سليس عبدالصمت ده برضو محمد كدوس اللي هو رجل المباراة بيلعب في آيكس الهولندي 22 سنة أندري أيو القائد بيلعب في السرد قطري عنده 32 سنة جوردين أيو أخوه والاتنين طبعا أولاد عبيدي بليه جوردين أيو بيلعب في كريستال بلس 31 سنة ويليامز مهاجم أتليتيك بالباو 28 سنة واخو ويليامز اللي بيلعب اللي شفناه بيرح معه في أسباني يمكن محمد كدوس كان واحد من نجوم المباراة لو بصنا على الأهداف بقى تحليل الأهداف هتلاقي جوردين أيو في غانا قدم كواليتي عرضيات ممتاز في الجون الأول والجون الثاني الجون الأول هو اللاعب والضربة السابتة أنهم كانوا فيه تمويه أنه واحد تتلعب من الباك الشمال بعد كده جوردين أيو قدر أنه يلعبها بالعرض معنا الصور الصورة اللي بعد كده برضو هنلاقي أن جوردين أيو في الجون الثاني هو اللي قدر أنه يعمل العرضية بشكل ممتاز جداً ليه محمد كدوس اللي هو ده الجون الأول هنا عمل أن الباك ليفت هو اللي هيعملها العرضية عشان يعمل تمويه للعيبة كوريا الجنوبية بعد كده هيجي جوردين أيو هو اللي يلعب هنا ده شغل الضربة السابتة فيه منتخب غانا وجوردين أيو ممتاز عنده كواليتي عرضيات ممتاز طبعا نجم في الدور الإنجليزي مع كريستال بالاس هنا برضو جوردن أيوه عامل الكروس ممتاز لمحمد كدوس اللي هو مميز جدا اللي هو اللعيب الموهبة الصعبة اللي أعتقد أنه هو مش هيكمل في آيكس وأعتقد أنه هيروح نادي أكبر في الدور الإنجليزي اللي هو قدامنا على الشاشة ده محمد كدوس بيلعب في آيكس الهولندي عنده 22 سنة يمكن هو تخرج في أحد الأكاديميات في غانا الأكاديمية دي اسمها أكاديمية الحلم يمكن هو بدأ 20 سنة طلع احترف من الأول في أكاديميات غانا بعد كده راح هولندا قعد في نادي صغير في هولندا من سنة 2018 إلى 2020 قعد معهم بعد كده وقع لآيكس الهولندي دي القامة النهار ده طبعا هو رجل المباراة سجل هدفين في 87 دقيقة عمل محاولتين على المرمى لتنين جول يعني المحاولتين جابهم جوان تمريرات الصحيحة 18 من 20 وكمان لعيب مهاري عمل 6 مراوغات نجحة من 8 فمحمد كدوس ده لو بصين على منتخب غانا منتخب غانا والمغرب اللي اتنين يخوفوا في كاس الأهم الأفريقية الجاية الاتنين صعادين والكرف بتاعهم عالي غانا معدل الأعمار اللي عندهم تتكلم في 22 سنة 22 سنة وكلهم أغلبهم مواريد 2000 معادة أندري أيو يمكن الكبير بس 32 هو أخوه 31 جوردن أيو منتخب غانا يخوف في كاس الأهم الأفريقية الجاية عندهم تشكيلة كويسة وهم موجودين في قيمة الأكثر تسجيل الأهداف بعد جولتين في المونديال يعني هم هجوميا كويسين لكن على مستوى الدفاع بيدخل فيهم أهداف كتير دخل فيهم ثلاثة في مباراة البرتغال والنهاردة برضو دخل فيهم هدفين يعني خمس أهداف في مطشين عندهم مشاكل دفاعية بس محمد المنتخب الكوري لم يكن أحد يتوقع أن يظهر بهذا المستوى الغير جيد يمكن قبل بداية البطولة ولما شفنا المجموعات قلنا أن ممكن كوريا الجنوبية تباهية اللي صعدة بجانب طبعا البرتغال خاصة أن كوريا الجنوبية بتملك طبعا هيونج مينسون معجم توتن هاموت سبير وهي طبعا فريق طبعا توتن هامو نجم الدور الإنجليزي وهداف البريمير الليجي السنة اللي فاتت مناصفها طبعا مع محمد صلاح لو بسيط على كوريا الجنوبية كابتن المشكلة كلها بالنسبة لها أنها في المباراة الأولى قدام الرجوية ما قدرتش أنها ترجم أي فرصة الهدف ويمكن التعادل ده أثر عليها بشكل كبير جدا خاصة أنها لعبت النهاردة المنتخب طبعا الغاني المنتخب الغاني النهاردة كان بركز بشكل كبير قوي منتخب غانا يمكن الناس بتتساءل هل هو ده اللي كان موجود في التصفيات هل ده اللي كان في التصفيات ظهر بشكل مستوى سيء والناس كلها هجمت طبعا المنتخب الغاني وقالوا أن المنتخب غانا مش منتخب مميز ولكن فيه بداية كاس العالم ظهر بشكل محترم قدام البرتغال وكان قريب نوعية عادل وكان فيه كرة في آخر لقطة طبعا من اللقاء ويعني كريسان ورنالدو شفنا الغضب اللي كان عليه بشكل كبير جدا وكان الآن إن الكرة دي ممكن تتسجل هدف للتعادل لكن المنتخب الغاني يمكن أنا عايز أتكلم فيه على اتنين لعيبة أول لعيب زي محمد كدوس محمد كدوس لعب آيكس يمكن السنة دي 12 هدف مع فريق آيكس ومستردام منهم أربعة في دورة طال أوروبا راجل مسجل في رينجرس هدفين مسجل في ليفر بول هدف وفي نابولي هدف راجل على رادار طبعا فريق زي ليفر بول أعتقد إن هو ممكن السنة الجاي ليفر بول تخلص في محمد كدوس لأن ليفر بول محتاجة لعيب المركز ده راجل بلعب في الجناح راجل بلعب في الجناح وبدخل كمان في حتة العمك بشكل كويس أوي يقدر يجدها مع طبعا فريق محمد صلاح اللي يقدر يعني يعود بقى في غيابات بقى سادي ومانيول وإحنا شايفين المنتخل طبعا يعني بيتأثر بشكل كبير جدا دي إحصائيات المباراة يمكن غانا طبعا 3-2 الفرص أو الهداف 6 طبعا منهم 6 وهنا 10 طبعا الهداف المتوقعة 21-29 من طبعا 100 وهنا 2 نسبة الاستحواز 37% كوريا الجنوبية 63% بس هكافة الاستحواز سلبي أنا بشوف أنه كان استحواز سلبي غانا كانت أخطر بشكل كبير جدا وإذي التمريرات نسبتها طبعا لكوريا الجنوبية 87% و81% غانا وأعتقد غانا عندها فرصة كبيرة جدا جدا يكابت أنها تستمر في كاس العالم طبعا المحاولات على المربع 4 للمنتخب الغاني منها 3 بشكل صحيح 19 لكوريا الجنوبية منها 7 بشكل صحيح العرضيات 9 مقابل 31 الركنيات 15 تسلل 1 و 1 شفنا برضو النهاردة بعد المباراة كده لقطة غضب من المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية تحصل فيها خلالها على طرد بسبب طبعا اعتراضه على موقع تضيع لكن كان حتى لو كمل في المباراة ما كانش ممكن يقدر يتعادل مع منتخب غانا منتخب غانا كان عنده الكدرة بشكل كبير جدا غانا دلوقتي بعد أعتقد المباراة الجاية تقدر تتأهل غانا قدرت أنها النهاردة تكسب كوريا الجنوبية قدرت أنها كمان تعمل مباراة كبيرة جدا لده من برتغال عندها قدرة بشكل كبير جدا تكسب منتخب الرجوي وتتأهل طبعا لدول 16 وهيبقى عندها طبعا مشكلة كبيرة جدا لو خرجت كتاني المجموعة وده المتوقع بشكل كبير قوي هتواجه المنتخب البرازيلي في دول 16 واعتقد أن ده هيكون اختبار صعب جدا وقوي جدا على الجيل الحالي منتخب غانا زي ما دكتور رحمد بيتكلم أن غانا هتكون منافس مباشر على بطولة أمم أفراكيا بعد كابتن مع عندهم إنيكي ويليا متقلق جدا طبعا اعتدتك بالبقاء في إسبانيا عندهم كدوس ما تكلمنا عليه زي عندهم سليسو لعب وسط الملعب المدافع النهاردة عندهم لعبهم مميزة يقدروا أنهم ينفسوا من خلالها على أكتوري طبعا أمم أفراكيا وهيبقى عندهم مبارا صعبة جدا في حال تأهلهم طبعا لدول برازيل